السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي اعلان جديد بالنسبة لذلحلقة اخواني جبت لكم اعلان حطاه مجموعة اكدي طال اللي كتطلق حمل التوظيف في عدة مناصب وكتنظم ايام التوظيف اذا كيف تعرفوا جروب اكدي طال اللي هو اه اللي هي مجموعة مغربية كتعمل في المجال الصحي وكتملك العديد من المستشفيات الخاصة وهي مجموعة عائلية السادف الفين وداش من قبل الدكتور راشيدي طالب وزوجته فاطمة اكديم في عام الفين وطمنتاش وحاليا كتملك واحد وعشرين مستشفى على الصعيد الوطني وكذلك عندها فروع في الامارات العربية المتحدة بالضبط بمدينة دبي وكيشتق اسم دي لها اكدي طال من الاحرف الاولى لمؤسسي هذه المجموعة اكدي اللي هي اه خاصة بالزوجة دي لها الدكتور راشيدي طالبي وكذلك طال اللي هو خاص به اه يعني الاسم مشتق من هاد الاسمع اذا هده هما هذه التعريف دي لها المجموعة اكدي طال اللي هي اه يعني اه مجموعة اللي هي كبيرة بزافة اللي هي عند هاد المجال الصحي عند مستشفياته اه مسحاته خاصة في المغرب اذا بنسبة لهاد الابنسبة لهاد الاعلان هده اللي حطها هاد المصحة هدي لي هي داير ايام التوظيف بزاف دي لاللمدن وكتخص الناس اللي عندهم هاد يعني عندهم هاد تخصص ديل التمرد وكذلك كانين تخصصه داخرين ايدارية للناس كيخدموا في الادارة فهاد المصحات هاد هو اذا كنت مهتمن بالمجال الصح والادارة وترغب في العمل في احد المستشفيات اكدي طال قم بتسجيل ومشاركة في أيام التوظيف والتي سنظم مجموعة أكضيطال بأحد هذه المدن هنا مدينة قنيطرة هنا مدينة الرباط مدينة مكناز مدينة الراشدية مدينة تاروداند ومدينة الدغلة إذن الآن سنرى البرنامج وجدول تنظيم أيام التوظيف على حساب كل مدينة والأيام التي هي خاصة بهذه المقابلات وكذلك المكان الذي سيكون في هذه المقابلة إذن بالنسبة للمدينة القنيطرة ستكون في الوكالة الأنابيك القنيطرة واليوم الذي ستكون في هذه المقابلة نهار 1 شهر 4.2024 إذن إذاً إذاً تردتم المكان بالضبط سيتضغطوا على هذا المكان سيؤديكم مباشرة الوكالة الأنابيك التي ستكون في مدينة قنيطرة إذن بالنسبة للمدينة الرباط ستكون كذلك المقابلة في وكالة الأنابيك الرباط يوم جوش شهر 4.2024 كذلك ستردتم الوكالة الأنابيك التي ستضغطوا في هذا المكان وسأعطيكم مباشرة لجوجل مابس ستردتم المكان الذي سيكون في هذه المقابلة إذاً بالنسبة للمدينة مكناس ستكون في المقابلة في مدرسة الصحة والتمريض وهي E-E-M-S-E هذه هي أدوة المكان التي ستكون فيها تضغطوا على هذا المكان هنا لكي تردتم العنوان هذه المدرسة هذه هذه هي المدرسة التي ستكون فيها أقوم بسرعة المنظمة هذه المكان هنا كيف تردتم هذه الصورة الخاصة بهة المدرسة هذه هنا بالضبط ستكون المقابلة الخاصة بالنسبة للبط التوظيف يسور هذه كيف تردتم هذه الصورة في مدينة مكناس بالنسبة للمدينة الراشدية المكانت المقابلة ستكون في وكالة أنابيكو الراشدية نضغطوه هنا ونشوفو العنوان فشكين هذي الاناب بيك هذي يعني الناس اللي كين في مدينة الراشدية وفي النوعة هذي مدينة راشدية يمكن لهم انهم يضغطو على هذي البلاصة هذي او اللي يمشوا مباشرة الويكالة دي الاناب بيك ما غادي تكون المقابلة ولكن قبل اخصصكم تعرفوا المعلومات الخاصة بهذا طريقات الترشيح حادي نوريه لكم في الاخر دي الفيديو اذا نهار المقابلة ستكون نهار ثمانية شهر اربعة المدينة تارو دانت والناس اللي المكن лежاء في مدينةها Uh فين ستكون forskري ستكون في الووكالة دي الاناب بيك تيرو دانت هنا ستكون نهار خمسة شهر أربعة الفين و billion continuing كذلك بنسبة المدينة الداخلة بنسبة المدينة الداخلة ستكون المقابلة آآ في لوان سيجي مدرسة الوطنية لالتجارة والتسيير بمدينة الدخلة. يمكن لكم انه تضغطوا على هذه البلاسة هذه. غادي اديكم مباشرة لقناة في مدينة الدخلة كيف كتشوفو هي هذه. اذا بسبب الناس اللي هما كيانين في مدينة الدخلة راحوا عارفين في مدينة الدخلة. اذا اه هذا هو التاريخ اللي غادي تكون فيها غادي تكون في يومين دايرين لها يومين نهار ثلاثة شهر ربعة ونهار ربعة شهر ربعة. اذا يومين اه اللي غا يكون دي المقابلة في مدينة الدخلة. بالنسبة للناس اللي بغين يشاركوا في هاد ايام التوظيف الخاصة بهذا المسحة دي اكد طال. اذا الان غا نشوفوا الطريقة كيفاش رادي نشاركوا في هاد ايام التوظيف. اذا اول شيء غادي تدروه هنكم تصيبوا واحد يعني بطريقة مزيانة ومرتبة ومصعوبة مزيانة على حقوق طريقه. يعني الطريقة كيفاش هتكتبوا السيفي راني دي جادرت اه فيديو اه كيفاش نكتبوا السيفي بطريقة اللي هي طريقة مزيانة ومرتبة واضحة يعني احترافية. هنا احطيت واحد الفيديو في القناة. اذا انا نخلي لكم فيديو كيفك تشوفوا في الشاشة هذا هو اه هذه الصورة دي الفيديو اللي احطيتها في القناة واشرحت الطريقة كيفاش كتبوا السيرة ذاتية. اذا انا غادي توجدوا السيرة ذاتية دي لكم. اضعوا فيها المعلومات دي لكم وتجربة دي لكم. في هذا المجال ديال الصحة. اه كذلك الناس اللي هم يخدموا في مجال الدخولين بحال السكرتاريا بحال مثلا الملوميات بحال مثلا اه المحاسبات بحال بزاف ديال التخصصات الخاصة. اه يعني اللي هي خاصة بكم كذلك الناس اللي لديهم دي بلوم في هذا المجال يحاولوا ديروا واحدة ويدخلوا مباشرة لبغطة ميال ديالهم وياخدوا هذا اليميل هذا طالون اوروباسكا اكدي تال بوما اندان هدا هو اليميل اللي غادي ترسلو فيه لسيفيات ديالكم ولكن سيفي ديالكم اللي غادي ترسلوه حاولوا انكم تكتبوا لمكان المدينة ديركم امتوما يعني في فلوبجي كتبوا المدينة ديركم والتخصص اللي عندكم تخصص اللي عندكم وكذلك المدينة لنتم كينين فيها وارفقوا سيفي ديركم في هاد يعني في هاد الرسالة هدي ورسلوها مباشرة لهاد اليميل هذا طالون اروباسكا اكدي تال بوما اذا نخلي لكم هاد الايميل هذا نخلي لكم في اول تعليق ديروا ليكوبي وقليوا في في الجيميل ديالكم ورسلوا لسيفيات ديالكم وكنتمنى لكم التوفيق اذا ندوم المعلومات الخاصة بالاعلان ديال اليوم اللي هي مجموعة اكدي تال اللي كتطلق حمل التوظيف في عدة مراصب وكتنظم ايام التوظيف في القطاع الصحي بعدة مستشفيات الخاصة بها بالمملكة اذا ندوم المعلومات الخاصة بالاعلان دا كنتمنى لكم اخواني التوفيق لا تنسوا الضوء زر رايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر جرس باش توصلوا بكل جديد دونتوا في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة